مدارس الطالب الذكية القرآن حياتنا نحو جيل إسلامي أمثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلاً ومرحباً بكم في درس أنصاف الأعداد كتاب التمييز صفحة رقم 39 الهدف من هذا الدرس 1. التعرف على مفهوم النصف 2. إيجاد أنصاف الأعداد حتى العدد 20 هيا بنا يا أذكيائي نتعرف على مفهوم النصف من خلال هذا التمهيد لدينا أربع بيزات نريد نقسمهم إلى قسمين بالتساوي هيا بنا نقسم سوياً واحد اثنان ثلاثة أربعة نلاحظ يا أصدقائي أن في كل قسم يوجد بيزاتان فما علاقة الاثنان بالأربعة؟ وهذا هو درسنا اليوم علاقة الاثنان بالأربعة يا أحبائي هي نصف الأربعة لأن كل قسم يمثل النصف إذا النصف الأربعة يساوي إثنان ومن هنا نتعرف على مفهوم نصف العدد وإنه جزء من شيء قسم إلى قطعتين متساويتين يأتي من الأعداد الزوجية فقط هيا بنا نتذكر الأعداد الزوجية أحبائي وهي أحسنتم إثنان أربعة ستة ثمانية وهكذا معنا مثل مع أحمد ستة طفحات يريد تقسيمهم بينه وبين أخته ريان بدأ أحمد التقسيم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أحسنتم مع أحمد كم تفاحة ثلاثة بارك الله فيكم ومع ريان أيضا ثلاثة إذن القسم الواحد يمثل النصف قسم الواحد وهو الثلاثة إذن نصف الستة يساوي ثلاثة أحسنتم مثال آخر اوجد نصف العدد ثمانية لدينا ثماني كرات نريد أن نجد النصف كيف يا ترى؟ أولا نقسم الكرات إلى القسمين متساويين نقسم سويا كرة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بارك الله فيكم إذن القسم الواحد يمثل النصف يبقى نصف العدد ثمانية يساوي أربعة أحسنتم مثال آخر مع عمر عشرة أقلام يريد أن يعطي صديقه وهب نصف الأقلام كم قلما يأخذه وهب يا ترى؟ لكي نعرف يجب علينا أن نقسم الأقلام بين عمر ووهب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن نصف العدد عشرة يساوي كام؟ أحسنتم خمسة لأن مع وهب كم قلم؟ خمسة بارك الله فيكم إذن عدد الأقلام التي أخذها وهب تساوي خمسة أقلام وهي تمثل نصف العدد عشرة نسال آخر أوجد نصف العدد إثنى عشر لدينا إثنى عشر حبة فراولة نريد نقسمهم إلى النصف أو نجد النصف نقسم الفراولة إلى قسمين متساويين واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر يوجد كام في كل قسم أحبائي؟ يوجد كام؟ نعد سوياً واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أحسنتم يبقى القسم الواحد يوجد به ستة إذن نصف العدد إثنى عشر يساوي ستة مثال آخر وزع والد عمر أربعة عشر ريالاً على إثنين من الفقراء فكم أعطى والد عمر لكل واحد منهما؟ نقسم الإثنى عشر لقسمين ريالاً إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر نجد أن في كل قسم يوجد سبعة ريالات إذا النصف العدد أربعة عشر يساوي سبعة أحسنتم إذن أعطى والد عمر كل واحد من الفقراء كام يا ترى أحسنتم سبعة ريالات مثال آخر حمزة لدي عشرون كتاباً أعطى أخيه نصف الكتب فكم كتاباً أعطى حمزة لأخيه يا ترى يلا نفكر سوياً لكي نجد النصف ماذا نفعل؟ نقسم العدد إلى قسمين أحسنتم القسم الأول ونعد واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر سمانية عشر تسعة عشر عشرون أحسنتم القسم الأول يوجد به كم كتاب؟ ها نعد سوياً سريع؟ أحسنتم عشرة إثن نصف العشرون يساوي كم يا أصدقائي؟ يساوي عشرين وتميزون دائماً إذن حمزة أعطى الأخي كم كتاب؟ عشرة عشرة كتب أحسنتم لاحظوا معي يا أصدقائي لدينا العدد ستة عشر ما هو نصفه يا ترى؟ ها فكر سوياً؟ ها أحسنتم بركة لو فيكم يساوي سمانية وما ضحف السمانية؟ نتذكر من الدرس السابق أن ضحف العدد نجده عن طريق تكرار نفس العدد أو جمعه على نفس العدد إذن ثمانية زاء الثمانية يساوي ستة عشر ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن النصف عكس الدعف وأن الدعف عكس النصف أحسنتم أحبائي هيا بنا إلى تمرين سوياً نكمل الجدول الآتي العدد عشرة ما نصفه يا ترى؟ اتفقنا أن النصف نجد نقسم إذن نصف العدد عشرة هو الخمسة أحسنتم العدد إثنى عشر ما نصفه؟ أحسنتم ستة الحين سؤال مختلف نصف العدد ويريد العدد الكل يعني إيه؟ يعني نجد ضعفه لأنها علاقة عكسية كما تكلمنا من قبل يبقى سبعة زائد سبعة يساوي كام أحبائي؟ أحسنتم أربعة عشر السؤال اللي بعده؟ العدد ستة عشر نريد نصفه كام يا ترى؟ نصف الستة عشر أحسنتم ثمانية ونصف العدد تسعة كيف نجيب ضعفه؟ نجمع على نفسه تسعة أيضا تبقى تسعة زائد تسعة يساوي ثمانية عشر أحسنتم آخر شيء العدد عشرين كم نصفه؟ أحسنتم عشرة بارك الله فيكم في الختام نصل إلى الواجب المنزلي أكمل نصف العدد ثمانية يساوي نصف العدد إثنى عشر يساوي نصف العدد أربعة عشر يساوي نصف العدد ثمانية عشر يساوي نصف العدد ستة عشر يساوي ونصف العدد عشرون يساوي ننتظر إجاباتكم عن طريق الواطس حبيبي وفي الختام أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي ترجمة نانسي قنقر